اتعودنا بألعاب الجوال المجانية أننا أثناء اللعب بنشوف دعايات أو إعلانات مختلفة قابلة للتخطي اتعودنا أيضا لما منتابع فيديو على يوتيوب مثلا بوم بيطلع لك إعلان ببداية أو منتصف المشاهدة لكن هل تخيلت يوما ما أنك تكون عم تلعب لعبة كونسول أو بي سي مثلا بلاك أوب سيكس أو جي تي اي فايف أو أنتشارتد فور وفجأة يطلع لك إعلان داخلها نعم أنا عم أتكلم جد الموضوع هذا انتشر بقوة مؤخرا وأنا مستغرب قلة الحديث عنه لأنه قد يكون واحد من الأخبار اللي بيغير شكل صناعة الألعاب كلها بدايت القصة لما شركة اي اي شهيرة المطورة لألعاب مثل افسي أو بات الفيل قالت للمستثمرين بإحدى الاجتماعات إنها عم تدرس فكرة إضافة إعلانات داخل ألعابها نعم إعلانات دعايات بتطلع لك أثناء اللعب والبداية رح تكون مع لعبة شهيرة جدا عادة ما استخدمتها هالشركة لتمرير قراراتهم اللعينة فتخيل مع عزيز المتابع مستقبل الألعاب بهذا الشكل انت قاعد عم تلعب Elden Ring مثلا دخلت على زعيم صعب جدا بمواجهة ملحمية جدا تعريق وغضب ونرفزة وتركيز على أعلى مستوى خلاص بقي لك ضربتين وبتفوز وفجأة VIP SD Key موقع مختص ببيع وموز تفعيل الوندوز والأوفيس الأصلية بأسعار رخيصة لو ناوي تشتري ويندوز 11 مثلا فينك تشتري من هذا الموقع تستخدم كود الـ SK-AR لحتى تأخذ خصم مميز طبعا أنا ما عندي ويندوز 11 فاشتريت وفعلت الويندوز 10 مثل ماكم شايفين لأنه حتى هو بالإضافة إلى الأوفيس متوفرين للشراء لا الآن بمزح طبعا أكيد ما رح تكون الإعلانات بهالطريقة يا جماعة يعني أكيد ما رح يقاطعونا أثناء اللعب ويطلع الإعلان بوجهنا قلنا شركات جشعة بس مش لهالدرجة يعني لكن لو أنت بتعرفني أو متابعني باستمرار فغالبا دخلت على هالفيديو متوقع أني رح أمسح الأرض بشركة EA بسبب هالفكرة لكن بصراحة أنا حابب أني أنظر للموضوع بشكل مختلف شوي انظر للمجالات المحيطة بعالم الألعاب الأفلام لما بتروحها السينما بتطلع لك إعلانات كثير المسلسلات على التلفزيون لما بتتابعها بتطلع لك إعلانات بالمباريات أيضا كمية الرعاة جدا كبيرة وبتشوفها سواء داخل الملعب أو على القناة اللي أنت مشترك بفلوس لتتابعها ليش؟ لأنه لازم الشركة تربح يا حبيبي مستحيل توفي معها فقط من خلال المبلغ اللي أنت بتدفعه للاشتراك أو للشراء نفس الشي بدياك تتخيل مع الألعاب الشركات لو للأبد رح تعتمد على سعر بيع اللعبة نفسها فرح يجي اليوم اللي بيفلسه فيه مشان هيك طلعت أشياء مثل مايكرو ترانزاكشنز أو الإضافات المدفوعة وغير هم الأشياء اللي بتخلي اللاعب يدفع زيادة لأنه الاعتماد على سعر بيع اللعبة نفسها ما عاد يوفي ومع الارتفاع الجنوني بتكلف التطوير الألعاب مؤخرا وزيادة المخاطرات على الشركات فيها لا تستغربوا لو قلتلكم أني قد أرى أنه هالفكرة منطقية بصراحة معتمدين على اللاعب أنه يشتري شيء آخر ما بعد شراء اللعبة فمثل ما أنت بتشترك ببي ان سبورتس مثلا بمبلغ وقدره سنويا ومع ذلك بتشوف دعايات كثير اعكسها على الألعاب مستقبلا بتشتري اللعبة بمبلغ وقدره لكنك لازلت بحاجة أنك تشوف دعايات داخلها لأنه أنا عندي سؤال منطقي هل أنت بتفضل أنك تدفع 70 دولار سعر لعبة معينة ثم داخلها بتدفع 20 دولار سنويا إضافات وأزياء وإلى آخره ولا بتدفع 70 دولار وبتأخذ كل شيء اللعبة والإضافات والأزياء كله بها السعر لكن بتشوف إعلانات داخلها وثانيا الشركات لابد أنها تبتكر طرق تساعدها على رفع نسبة الأرباح بألعابها بوقت ما يجبروا اللاعب على الدفع أكثر ويعني بحيث ما يكون اللاعب هو مصدر دخلهم الوحيد بها الطريقة حتى لو لاحقا قرروا يخلوها لعبة مجانية أو يبيعوها بسعر كتير رخيص لأنها ما نجحت بالمبيعات هالقرار ما رح يكون فيه مخاطرة كبيرة على الشركة لأنهم بيعرفوا أنه حتى لو ما كسبنا بسبب المبيعات فرح نكسب بسبب الإعلانات والدعايات على فكرة ماو بالضرورة تكون بالطريقة اللي أنت عم تتخيلها بالتأكيد ما رح تكون عم تلعب وفجأة بيطلع لك الإعلان بالتأكيد مش كل ساعة رح يكون فيه دعاية قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية لا طبعا رح تكون بأسلوب مثلا أنه فيه شعار للراعب يظهر باللعبة بأوقات مختلفة مثلا أول ما تشغل اللعبة بيطلع لك إعلان مدتها 30 ثانية أو لما بتضغط continue أو new game مثلا بيطلع لك إعلان بدلا من شاشة التحميل عرفت يعني شاشة التحميل نفسها ممكن تصير دعاية مدفوعة أو بالصفحة الرئيسية على الطرف مثلا أو لما بتوقف اللعب وغيرها من الطرق اللي ممكن يبتكروها لإدراج الراعي داخل اللعبة ورح أطرق بعد قليل لنقطة سلبية عظيمة موجودة هون تحديدا قد تؤثر بشكل كبير على تجربتنا مع الإعلانات بس قبلها أنا متأكد أنه البعض خطرت بباله عدة أشياء مثل أنه EA لو طبقت هالفكرة فهي مش عم تطبق الدعايات لأول مرة بتاريخها يعني مطبقين فكرة الدعايات سابقا داخل FC مثلا من أيام لما كانت فيفا لما بتشوف الرعاة موجودين على أطراف الملعب هلأ تشوفوا أنا بصراحة ما بعرف لو كانت هذه دعايات فعلا يعني عم تستفيد منها EA ولا مجرد محاكاة لشكل الملعب الحقيقي بالرعاة اللي فيه بس هم بنفسهم مش عم يستفيدوا منها ماديا ما بعرف لكن بكل الأحوال هذا الأسلوب بالإعلان شفناه بألعاب أخرى أيضا أشهرها Death Stranding كنا كل ما نرجع على الغرفة نشوف سام عم يشرب Monster Energy فورزة من الألعاب اللي مباشرة بتخطر بالبال لما بنتكلم عن الإعلانات أيضا اللعبة مليانة إعلانات أبرزها اللي بتظهر على طرف الحلبة أثناء السباقات ولاحظ إن اللعبتين حصريتين واحدة للبلاي ستيشن والثانية للإكس بوكس فقد تكون طريقة بتستخدمها بعض الشركات اللي عندها ألعاب قوية بس بنفس الوقت جماهريتها مقتصرة على منصة واحدة لكن في ألعاب غير حصرية بتخطر على البال أيضا مثل Riders Republic وبصراحة هاللعبة تحديدا قد تكون مثال ممتاز حتى إحكي عنه لأنه اللعبة فيها بطولات أو مسابقات برعاية شركات مثلا Red Bull فإنتوا عم تلعب مش بس عم تشوف اللوغو تبعهم مش بس عم تشوفهم عم يظهروا كل فترة بالشاشات بشكل مختلف بمواضع مختلفة لأ هم أيضا موجودين كجزء من اللعبة أصلا فبهالحالة الراعي عرف يدخل نفسه باللعبة بشكل غير مزعج لللاعب وبنفس الوقت بظهور قوي متنوع وكأنه داعم يعني بيعطي اللاعب إحساس إنه أنا عم بدعمك وعم بدعم اللعبة اللي أنت بتحبها فيذلك بعتقد إنه الفكرة هاي لو اتطبقت رح يكون إلها تبعات سلبية بالتأكيد ورح أتكلم عنها بعد شوي لكنها أيضا قد تساهم بدعم الألعاب ماديا بحيث يستفيد منها المطور بشكل يخليه يكسب الكثير من الأموال لحتى يدعمها أكتر ولو بدأوا اللاعبين يشوفوا إنه الألعاب اللي فيها دعايات عم تنجح وتطور وتستمع لآراء اللاعبين وتقدم لهم المستوى اللي بيتمنوه مش بس اللاعبين رح يكونوا موافقين على وجود الإعلانات حتى الرعاة نفسهم رح يصيروا يتحمسوا يشاركوا بدعم الألعاب ويكونوا رعاة رسميين فيها بشكل يخلي اللاعبين يحبوهم لا ننسى إنه مجال الألعاب ناجح جدا وأنجح من الأفلام والمسلسلات ولا ننسى أيضا إنه مجال تفاعلي فلذلك احتمالية نجاح الدعايات داخل الألعاب بتكون أكبر من غيرها لأنه الإعلان رح يصيد اللاعب وهو متفاعل مع اللعبة أو عم يجهز نفسه ليتفاعل معها بتضمن إنه قريب جدا وقت ظهور الإعلان عكس التلفزيون مثلا اللي ممكن لما تطلع الدعاية يكون الشخص آيم يجيب شغل إياه كلها ولا يشربها لكن لا تنخدع بهالكلام بسرعة عزيز المتابع الموضوع مليان عقبات مليان سلبيات كارثية وليست بنفس الطريقة السهلة السلسة اللي قد تبدو لك فأول شي بيخطر على البال كيف رح تصير تجربة الألعاب بعد وجود الإعلانات فيها يعني مجرد التفكير بفكرة إنه رح يصير في دعايات داخل اللعبة الموضوع لحاله مزعج فما بالك لما أنا بلعبه رح تكون موجودة أساسا الشخص تلقائيا بيبدأ يقول يا أخي ماذا لو الدعاية خربت لحظة أيقونية بالألعاب شعار الشركة طلع أثناء واحد من المشاهد الأسطورية ولا واحدة من المراحل الخرافية جدا شغلات ممكن تخرب التجربة على بساطتها أيضا أنا فكرت بموضوع إنه ماذا لو كان الراعي اللي موجود بلعبة معينة ممنوع ببعض الدول يعني هل ممكن إنه تكون الدعايات مخصصة لكل منطقة بشكل مختلف؟ طيب ماذا لو كان الراعي جزء من اللعبة؟ يعني الراعي مش عم يحط إعلان لا لا هو جزء من اللعبة نفسها وهذا المنتج اللي هو عم يبيعه ممنوع داخل دولة معينة هل رح يمنعوا اللعبة بهالدولة هاي؟ مش لأنها مخالفة أو فيها شي غلط لا بل لأنه الراعي لا يتناسب مع قوانين البلد؟ صاح لأنه الرعاة كتير متنوعين وعندهم منتجات كثير بس بنفس الوقت في حضر أو في منع لعدة منتجات بكثير دول فقد يعرض الألعاب لخطر المنع بهاي الدول أيضا حط ببالك إنه الراعي لما بيجي بيدفع فلوس عشان يعلن بلعبة معينة لابد اللعبة تكون مشهورة أو إلها احتمالية نجاح مرتفعة لأنه إحنا لازلنا بحاجة لتطبيق شي مهم وهو نجاح اللعبة كمبيعات يعني لازم اللعبة تبيع لحتى الناس يشوفوا الإعلان إذا الناس ما شترت اللعبة ما رح يشوف الإعلان هذا فهل هذا معناه إنه الإعلانات رح تكون غالبا محصورة بس على الألعاب الشهيرة التجارية؟ طيب شو وضع الألعاب الأخرى؟ هل كلها رح تتحول لتصير مجانية مثلا أو بسعر رخيص بالمتناول لحتى يجذبوا المزيد من اللاعبين؟ هذا الشي كتير حلو صاح؟ لكن بمقابل رح يكون فيه إعلانات جشعة جدا داخلها أيوة يعني فوما اللعبة أساسا ممكن تكون تجارية بأفكارها رح تصير تجارية بالدعايات كمان اللي فيها؟ طيب شو رح يصير بالمطورين الصغار؟ عرفت يعني هدول مستحيل يقدروا يقنعوا الرعاة بألعابهم بس بنفس الوقت المطور ما رح يقدر ينزل لعبته بسعر رخيص لأنه محتاج يبيعها بسعر مرتفع مشان يكسب فهل هذا الشي رح يسبب بنوع من أنواع الطبقية بين شركات الألعاب؟ اتخيل معي كل الرعاة والمعلنين والفلوس كلها تروح للألعاب الكبيرة بالمقابل المطور المستقل لا زال عم يعاني أنه يبيع لعبته بشكل مقنع بسعر 30 دولار أو ما شابه هالشي قد يبني بيئة غير جيدة أبدا لصناعة الألعاب فيها طبقة عم تكسب أموال طائلة لا تأكلها النيران وطبقة أخرى يا دوبك عم يقدر يجمع إرشين جراء نشر لعبته لننسى أيضا أنه الراعي لو دخل بيحتاج يشوف تقرير بعدد الناس اللي شافوا إعلانه تقرير بيشمل كم شخص شاف الإعلان بشكل مميز كم ثانية شاف منه هل نفس الشخص شاف الإعلان أكثر من مرة وإلى آخره طيب هذا التقرير كيف رح يطلع؟ رح يطلع من خلال أنه الشركة تجيب رقم عدد الناس اللي يطلع لها الأونلاين وهالرقم ما رح يطلع إلا إذا كان اللاعب أونلاين حصرا بمعنى أنه احتمال نشوف كل الإلعاب الكبيرة عم تطلب اتصال دائم بالإنترنت مو مشان تجربة اللاعب وهالكلام الفاضي لا 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 مشان يقدروا يعرفوا من شاف الإعلان وكم لاعب تفاعل معه وأصلا فكرة أنك تلعب ألعاب بتطلب اتصال دائم بالإنترنت هي بشكل عام فكرة كريهة جدا خصوصا في وطن العربي اللي مش كل الدول عندها أحسن اتصال إنترنت بالدنيا فشوي شوي رح تصير كل الإلعاب بتطلب اتصال بالإنترنت وهاي بحد ذاتها كارثة فيذلك الفكرة تبعي هون بتقول أنه نعم صحيح الموضوع فيه فوائد وفوائد كثير بصراحة بس بنفس الوقت سلبيات وكارثية يا أخي احتمال أنها تصنع مستقبل ألعاب سيئ بشكل عام خصوصا لو أسيء استخدام هالأفكار من قبل الناشرين ونعم لو عم تتساءل شو هي اللعبة اللي عم تفكر EA تبدأ فيها موضوع الدعايات فهي بالطبع EA Sports FC 25 شو متوقعيني أنا متوقعين شي تاني؟ تابعوني وفعلوا الجرس لأني رح اتكلم عنها أكثر إن شاء الله